هي علاقة طردية بين المتطرفين والمجتمع الدولي تتزايد الهجمات بتمدد الإرهابيين وفي المقابل تتسارع الخطة الدولية نحو سبل مكافحة الإرهاب خطاً لا تبدو جديدة في دوافعها غير أنها متصاعدة في وطيرتها وربما كانت هجمات باريس الأخيرة شرارة امتلاق حملة دولية جديدة أكثر عزماً على اجتثاث الإرهابي من جذوره لما شكله من خطر تخطى الحدود بوصوله لأراضيها كان آخر هذه الخطوات تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار فرنسي لمحاربة داعش أدان نص القرار الأعمال الإرهابية المرتكبة في سوسا وأنقرة وبيروت وسيناء وأخيراً باريس دعا قرار مجلس الأمن الدول الأعضاء في المنظمة الأممية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاربة الجماعة الإرهابية وحث القرار على مضاعفة وتنسيق الجهود لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها داعش والقضاء على الملاذ الآمن الذي قام بتأسيسه التنظيم في مناطق واسعة من العراق وسوريا ويحث القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تكثيف جهودها لوقف تدفق المقاتلين الأجانب ومنع تمويل الإرهاب ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضاً للتحرك عسكرياً ضد داعش ولا يأتي أيضاً على ذكر الفصل السابع من مثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة إلا أنه بحسب استفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوار دولاتر يوفر إطاراً قانونياً وسياسياً للتحرك الدولي الرامي لتشفيف منابع الإرهاب بريطانيا التي تتولى رئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نوفمبر الحالي من جانبها اعتبرت أن القرار يمثل دعوة بالإجماع إلى التحرك لمكافحة الإرهاب في الجهة الأخرى روسيا وصفت نصف القرار بأنه لا يتضمن سوى دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية باحترام سيادة الدول وعلى عكس مشروع القرار الفرنسي المجمع عليه فإن المشروع الروسي الذي سبقه لم يلقى قبول الغرب لأنه ينص على وجوب التصدي للجهاديين في سوريا بالتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد في حين اتفقت واشنطن ولندن وباريس على رحيل الأسد في أسرع وقت ممكن في إطار عملية سياسية انتقالية لحل النزاع في سوريا